لأنه كان 16-13 دلوقتي 17-17 دلوقتي دلوقتي بيهاجموا يلا 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 قطعنا يا رب يا رب 18 18 الله يا رب مولاد رجالة مصر رجالة مصر قطع الكرة والحارس فاضي من الماء لعبها من منطقة بتاعتنا في المرمى الخالي 18 لينا 17 دنمارك يا رب يا رب يا رب مصر يا رب مصر بيلعبوا بيدغطوا جامل عشان يفتحوا الدفاعات ضرب رمية جزائية رمية جزائية ليهم للدنمارك رمية جزائية بس المهم ما يكونش فيه دقيتين ايه اش وقته اش وقته خالص رمية جزائية رمية جزائية تعادل 18 18 لعيب بقول لها حقيقة احسن لعب في العالم هانسي ده احسن لعب في العالم بيسجل مش عايزة اقول لها كل ما جلو كرة بيسجل حد دلوقتي بيقول سجل تسع اهداف من ضربات جزاء او رميات جزاء من 11 يعني شوفوا مستوى التهديد بالنسباله مرمى خالي المنتخبنا يلا علي اديله رمية تانية ضغط رهيب جدا من الدنمارك على منتخبنا طبعا اي كرة معانا بيدخلوا بالاتنين على يلا الدرع 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 رمية حرة كان عايزة دهاشم يلا الله 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 19 برافو تصويب مثلا سرعتها 100 كيلو مثلا 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 وانا شوفها بالعلم مجردها كده بتاع 100 كيلو التصويب دي سرعتها 19 18 المضمون في المضمون فعلا يلا 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 19 18 رغم ان احنا نقصين يا 19 19 يتعدلوا عندنا نقص عددي ولكن هم بيتعدلوا دلوقتي دنمارك مصر يا رب الصرح يا رب الصرح مطش صعب اوي اوي رجالة شغالين 19 19 19 يلا اكتمل منتخبنا خلاص يلا يا رجالة يلا يلا يحيا علي يلا تاني ترجع لعلي غير اتجاهه هاشم يحيا علي يلا يحيا خالد يلا لعلي زين تاني يلا افلين ستة على المنطقة افلين فتع عشر دقايق يتبقى تلت ساعة يلا 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 يا علي يلا يا علي حقا تصد قوي جدا من دنمارك رجعت لينا تاني مع منتخبنا يانسن وقفين كلهم وقفين يلا يحيا يدرع ارجعوا بسرعة ارجعوا بسرعة لان هما بيستغلوا بيستغلوا سرعتهم ويرجعوا كويس رجعنا رجعنا العب ما تدلوش فرصة يشوت مبلاش كده تسعة عشر تسعة عشر دنمارك تسعة عشر تعادلوا معنا يلا هما بيضغطوا جامد جدا دلوقتي يلا يلا ضغطين طبعا عندهم المرمى بتاحهم فاضي دلوقتي بيهاجموا دلوقتي سبعة هانسن بيشوت وسجل هانسن هو عنده مشكلة جدا كبيرة هانسن ده عشرين تسعة عشر دنمارك شاط كورة قوية جدا عشرين تسعة عشر دنمارك ربنا هيكرمنا ورب إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله مصر الدنمارك يلا بنضغط إحنا دلوقتي كورة معنا يلا يلا يا دودو يلا يا علي يلا يا علي يلا يا علي مرافو عشرين عشرين يا علي زين يا علي يا علي مرافو عشرين عشرين رجالة باللاعب يا جماعة بطل العالم أنتم مش متخيلين الماتش مش متخيلين بنلاعب مين بنلاعب بطل العالم وبنعمل معاه هذه النتيجة وحدة بوحدة نتقدم يتعدل يتقدمنا تعادل ماتش قوي جدا الماتش ده اللي هيعديه هيوصل النهائي يا رب يكون لنا النصر يا رب برافو برافو كريم هنداوي يلا يلا بتاعتنا دي يلا يا حكم برافو يا هنداوي كريم هنداوي صد كورة مش عايز يقول لكم صد كورة ايه كريم هنداوي وبترجع لنا معنا برافو يا كريم يا هنداوي يلا يا رجالة عشرين عشرين مصر دنمارك مصر دنمارك عشرين عشرين يلا يا علي يلا يا دودو دودو يا رمية جزائية رمية جزائية الهاشم برافو يا هاشم يلا يا رجالة وده كمان دقيقتين للاعب من دنمارك يلا فرصة فرصة بالنسبة لنا هاشم اخده في ظهره وداله شاله يلا يا هاشم يلا مين هيشوت احمد الأحمر احمد الأحمر رمية جزائية ملك الجزائيات يلا يا أحمد يلا 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 21 مصر برافو احمد الأحمر القائد ملك احمد الأحمر 21 عشرين شوته في الزاوية ايه نيمو على الارض وحطالو في الزاوية اليمين أولاد مصر ورجالة مصر أولاد مصر ورجالة مصر الله عليكم الله عليكم 21 مصر 20 الدنمارك باللعب يا جماعة أبطال العالم خلوا بالكم ماتش قوي وصعب ولكن عندنا رجالة بلاش دايشوت خدوا رمية جزائية بلاش دايشوت رمية جزائية للدنمارك ها هينزل الطيار مكان كريم عشان يتصدى للرمية الجزائية الجاية اللي هيشوتها هانسن أخطر لاعب فيهم كلهم خطرين ولكن أخطر لاعب في العالم بنلأ 21 20 مصر دنمارك رمية جزائية هانسن نزل الطيار ومبرافو يرديه مع هانسن يا رب استره تسجل 21 21 21 21 21 مصر والدنمارك هدف هنا هدف هنا تقدمنا تعادل وتقدموا بنتعادل المباراة ماشيا كده يعني بقاش فيه فورق دلوقتي بالهدفين والتلاتة بقى هدف هنا وهدف هنا ده بيبقلكوا قوة المباراة وقوة منتخبنا أيضا وليس منتخب الدنمارك قوة منتخبنا جدا ربنا معهم يلا 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 يا علي يلا يا علي زين يلا يلا آفلوا عليه رجع تاني يلا عندهم نقص عدد نستغل نقص العدد ده يلا يلا دي يلا برافو الله الله على هدف الطير هدف هوا 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 علي علي زين 22 21 الله الله على هدف الطير ده هدف عالمي هدف عالمي منتخبنا على الطير يلا برافو عليكم 22 21 تسلم ايديكو يا رجالة كلنا على عصابنا ما عليش تحول البرنامج إلى مباراة في كرة لأنها خاصة بمصر منتخبنا فيش اهم من حد ازاي عشان تبقوا عارفين فيش عندي اهم من مصر ما فيش عندي ان شاء الله رب بني يكرمنا كمان وتكملها بالستر تبقى ايه تبقى احتفالية قوية جدا يلا يا رب يا رب يا رب خلونا للاخر كده ونشوف 22 مصر 21 دنمارك بدأوا يزودوا لعب على الدايرة زي ما احنا شايفين عشان يدوا فرصة لهانسن يشوت من برا يا ساتر ما يشوتش يا جماعة يا ساتر برافو اوه ادياهم ده رمية جزائية ادياهم رمية جزائية رغم انه كريم تصدى يا رب هانسن كمان الخطير احنا 22 21 كريم هنداوي يتصدى يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب سجل 22 22 تعادل عادل دنمارك واخدين الرميات جزائية كتير قوي 22 22 مصر وبطل العالم مصر وبطل العالم نقص عدد يلا يلا يا جماعة لمنتخبنا يلا امسك بالراحة يلا يا جماعة احمد الاحمر علي تاني بالراحة بالراحة ايوه يلا راب الدرع علي زين يلا الدرع احمد الاحمر يلا يا احمد يلا يا درع لمين قطعت الكرة ازاي دي يلا 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 يا حكم هادينا رمية ولا حاجة يلا رمية حرة ولا حاجة انظر لعب دوني مارك نعم يلا يلا 22 22 مصر دوني مارك يلا معنا الكرة هنكتمل هنكتمل بعد دقيقة من الان يلا يلا درع علي زين يحاول يعدي احمد الاحمر برافو 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 يلا يلا ايوه دودو دودو احمد مؤمن 23 22 مصر 23 22 23 لينا 22 دوني مارك برافو رجالة رغم نقصين واحد تقدمنا على الدوني مارك بفارق هدف هانسين بيرجع زيادة عددين ايهم يا ساتر يا ساتر بيتعادلوا طبعا بيتعادلوا عندنا نقص عدد واستغلوه بيستغلوا عندهم سرعة رهيبة جدا تعادل 23 23 ولكن ماشين كويس اوي وربنا يكرمنا يا رب مستمر نعم يلا حاول كريم ولكن حطها على يمين كريم هنداوي 23 23 عندنا هجوم كويس هجوم بنظم رجالة يلا صفا لاحمر عليزين دودو هاشم رجالة يلا أحمد الأحمر يلا بيا عدي درع يا خضرام يا حرة يلا 23 مصر 23 دنمارك دور الثمانية باللعب أبطال العالم أوه فهو المهاجم هيستغلوا الكرة دي يا رب يسترها استروا يا رب استروا يا رب استروا يا رب رجعنا 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 خلاص يلا 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 شوط برافو ياج تقدموا 24 دنمارك تتقدم 24 23 صدها هنداوي ولكن رجعت وسجل 24 23 مصر الدنمارك مصر الدنمارك 23 مصر 24 دنمارك تقدم ليهم يلا يلا يا صد حارس الدنمارك 24 23 يحيى بشوت ولكن سجئ صدها الحارس بعد ما عدى وعدى صدها الحارس كان ممكن يتعادل يلا نيكولاه صد الكورة 23 مصر 24 المرمى خالي ليهم بلعبوا بزيادة لعب سبعة يلا ضغط كبير جدا علينا يلا مرة تانية كورة معهم بيباسوا بين الكورة لأسطار 25 اول مرة يفرقوا هدفين دنمارك 25 23 لينا استغلوا فارق العددي وبيضغطوا قوي جدا ناخد رمي حورة لينا فارق هدفين ليه منتخب دنمارك 23 23 مصر 25 دنمارك اول مرة يفرقوا علينا عننا هدفين يلا 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 احمد الاحمر احمد يلا 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 العليزين تاني العليزين هم افلين دنمارك افلة مرة تانية كرة معنا يلا يلا يا رجال يلا يا علي يلا يا علي يلا رمي حورة لينا عاملين حائط صد دفاعي قوي جدا كلهم اجسام قوية جدا يرجع تاني العلي يلا يلا الدرع 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 افلين تماما رمي حورة لينا تاني هاشم مدربنا بياخد الوقت المستقطع لينا عشان يدي تعليمات في تلاتين ثانية تقريبا خمسة وعشرين تلاتة وعشرين لمنتخب دنمارك متقدم علينا ولكن مباراة زي ما احنا بنتابع وزي ما احنا بنوصف لحضراتكم المباراة مباراة صعبة جدا بنلاعب بطل العالم بنقدي اداء قوي جدا رجال لعبتنا ولكن منتخب الدنمارك بيستغل انصاف الفرص انصاف الفرص وبيستغل كمان السرعات وبيستغله كمان خطة مدرب اللي يغيرها في الشوت التاني بيتضغط بيسحب حرس المرمى وبينزل اللاعب وبالتالي بيبقوا سبعة بيضغطوا علينا بيوسع على الدائرة وبيدي مساحة لهانسن انه يشوت وبالتالي بيسجل معظم اهدف بتاعتهم سجلها هانسن زي ما احنا هنشوف وهنرجع وقت مستقطع خلاص خلاص اللي اخده منتخبنا ونرجع نشوف ونكمل مع حضراتكم باروندو اللي طلب الوقت المستقطع بنرجع خمسة وعشرين هدف دانيمارك تلاتة وعشرين مصر باقي تسع دقائق على نهاية المباراة ربنا يكرمنا ورب ان شاء الله تسع دقائق المتبقية ربنا يكرمنا نعود يلا احنا هنلعب كمان زيهم بالزبط باثنين دواير بنفس الطريقة اللي هجومي للدنمارك اللي فتح الدفاعات ده اللي بيمشي اللي بتلعبه مصر دلوقتي يلا يا علي يلا يا علي مين ليه حقق صد بترجع تاني يلا ان شاء الله خير يلا يا رجالة وسام نزل يلا على الدايرة يلا 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 العلي رمي حرة تاني يلا يلا يا هاشم يلا يا هاشم وتروح تاني الله برافو عليك برافو يا 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 خمسة وعشرين اربعة وعشرين نسجل فارق هدف يا السلام هدف جميل جدا اداء وهدف وليقة وقوة واصرار من منتخبنا منتخبنا يعود يلا يلا خمسة وعشرين اربعة وعشرين خمسة وعشرين دنمارك اربعة وعشرين مصر يلا يا رجالة يحيي خالد سجل هدف عالمي هدف جميل بلاش ده بلاش ده بلاش ده يلا 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 مرتد لينا يلا يا علي يلا يلعب يا علي ليه ليه يا علي المرمى فاضي والدهى وشاط الكورة طلعت برا كان ممكن نتعادل كان ممكن نتعادل كان ممكن نتعادل معلش 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 هارضلك معلش 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 هنعوض بإذن الله 25-24 يلا رجالة يلا رجالة يا رب يا رب يا رب يا رب استره دنمارك معاهم يلا دفعنا يا مساهل يا مساهل يا رب بيشوتش ما يشوتش برأي يلا رمية ملعب رمية جانب